اشتركوا في القناة وفي العنويين المغرب الفاسي يعود بيتسا عدل الإيجابي من ملعب شباب الريف الحسيمي في فتاح فعاليات الجولة الثانية والعشرين البطولة الاحترافية لاتصالات المغرب لكرة القدام وفي مباراة اليوم الدفاع الحسن الجديد يستقبل الفتح الرباطي واتحى الطانجة ينزل ضيفا على النهضة البركانية كلاسيكو الأحلام بين البارسة والريال يسرق لاندار عشاق المستدير عبر العالم على موعد مساء اليوم مع نسخة جديدة من صراع الكبار بين الاميسين والبيبيسي من جهة وبين انريكي وزيزو من جهة أخرى بعيدا عن كرة القدام الدراج المغري بمرواني سلاح الدين يفوز بمرحلة الأولى من طواف المغرب الدراجات الهوائية والتي ربطت بين الرباط ومكناسة وفي ثاني المراحل السباق سيربط بين المدينة الإسماعيلية والعاصمة العلمية هذه يبرز العنوين لكن طبعا هناك العديد من المواضيع الأخرى وقبل خود في تفاصيلها أرحب باسمكم مشاهدنا بمحال قناة ميديان تيفي الدولي المغرب السابق مصطفى دوان مصطفى أهلا بك من جديد أهلا بك عبد الله أهلا بالمشاهد الكرة مشاهدنا سنذهب مباشرة إلى فقرة ميادين وفيها جولة سريعة في مختلف الملعب الرياضية المحلية والدولية تعادل فريق شباب الريف الحسيم مع عظيفه المغرب الفاسي وبهدف لمثله في افتتاح مباريات الجولة الثانية والعشرين البطولة الاحترافية لاتصالات المغرب لكرة القدام وكان فرسول المدينة العلمية هو السباق للتهديف بعد دقيقتين فقط على صافرة البداية عبد الرأسية للاعبه المهدي كرويتا قبل أن يعدل عبد الصمد لنبركي نتيجة لفائدة الشباب في الدقيقة الرابعة والستين التعادل والرابعة رفع رصيد الفريق الريفي إلى ثمانين وعشرين نقطة في المركز الثامن أما الفريق والفاسي فظل في المركز ما قبل الأخير بعشرين نقطة في البطولة الاحترافية دائما قدم البرتغال جزي رماو رسميا استقالته من تدريب الجيش الملكي بعد إخفاقه في إخراج الفريق من أزمة النتائج التي لازمته في مرحلة الإياب حيث حقق نقطة واحدة فقط في آخر ست مباريات أي تعادل واحد وخمس هزئم آخرها الهزيمة مع الكوكب المراقشي بثلاثة أهداف دون مقابل برسم مؤجر عن الجولة الحاذية والعشرين وسيخلف رماو في منصبه حتى نهاية الموسم مساعده عبد الملك العزيز علما أن اسم محمد فاخر المدرب السابق للمنتخب الوطني للاعبين المحليين بات مطروحا بقوة من أجل تولي تدريب الزعيم مع بداية الموسم المقبل في خبر آخر أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن تنفيذ أشغال إعادة تأهيل المراكبة الرياضي الأمير مولي عبد الله بالرباط قد انتهى وذلك تبقى للقواعد الفنية ولمتطلبات دفاتر التحملات وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنه تم الانتهاء من الأشغال تبقى لقواعد المشاءة الفنية وبدعم انتقاني من مكتب المراقبة والمختبرات المتخصصة التي عهد لها القيام بالمراقبة التقنية للأشغال وأوضح المصدر ذاته أنه تم على الخصوص وضع نظام جديد لتعشيب الملعب إن على مستوى البنية التحتية ونظام تصريف المياه أو على مستوى مكونات الأساس والعشب في إسبانيا تتجه أنظار عشاق الساحرة المستدرة حول العالم صوب ملعب الكامفنو واللقاء المرتقب مساء اليوم بين برشلونة وضيف هريال مدريد في قمة قمم الجولة الحادية والثلاثين من اللياء كلاسيكو الأحلام سيكون هذه المرة بطعم مختلف لأن فوز البرصة يعني تتويجا مبكرا باللقب وفوز الريال يعني تواصل التنافس في باقي جوالات الموسم لكن قبل ذلك صراع من نار متوقع بين الإميسين والبيبيسي في خطي هجوم عمالقة الكرة الإسبانية مزيد من التفاصيل في تقرير لفايصال الزكي أنظار عشاق الكرة الجميلة تتجه صوب معقل الكامفنو للاستمتاع باللقاء الأكثر إثارة ومتعة التركيز سيكون على أداء كل اللاعبين لكن وبالتأكيد الاهتمام الأكبر سيكون من نصيب الجبهة الهجومية لكل الفريقين صراع خط الهجوم مستمر إلى جانب الصراع الأبدي للغريمين التقليديين عمالقة الإميسين سيواجهون نظائرهما البيبيسي وعينهم على إضافة راحية جديدة إلى القائمة بلغة الأرقام يتفوق في نسب التسجيل بجانب رفيقي ليون الميسي بتسع وستين هدفا في الليجة مقابل ثلاث وستين لأصدقاء رونالدو مع أن الأخير يتصدر ترتيب الهدفين بثمانية وعشرين هدفا متبوعا بسواريز بست وعشرين علما أن ثلاثي بارشلون العبا سويا في الليجة هذا الموسم عشر لقاءات أما ثلاثي مدريد فاجتمعوا في تسع مباريات فقط هجوم الميرينغي تعزز بعودة كريم بنزيمة من الإصابة ليشكل رفقة كاريث بيل ورونالدو القوة الضاربة لكتيبة زيندين زيدان قدرة الخط الأمامي في ترجمة أنصاف الفرص لأهداف تحيلنا على أن دفاع الفريقين معنا سيتحمل ضغط المباراة تيلة أطوار اللقاء الأمسين والبيبيسي لا يكل ولا يمل من تسجيل الأهداف فمن سيحسم صراع قطبي الكرة الإسبانية لصالحه في إنجلترا قال الألماني يورغان كلوب مدارب ليفربول فريقه متشوق لمواجهة ضيفه توتنهام في لقاء عن جولة ثانية وثلاثين من البريميليغ مضيفا بأن النزال سيكون صعبا مع خصم يريد موصلة التنافس على اللقب ومؤكدا في الوقت نفسه بأن كل عناصر الريدز جاهزة لهذه المواجهة نتشوق للاعب هذه المواجهة الكبيرة ستكون بمثابة المباراة النهائية لتوتنهام لن يتقبل الخسارة وسيلعبون بقوة من أجل الفوز وتقليص الفارق مع المتصدر لستير سيتي لا يعنينا وضع الفرق الأخرى عادة لكن هذه المواجهة لها وضع خاص ويجب أن نكون مساعدين على أكمل وجهة بعيدا عن كرة القدم فاز دراج المغرب مارواني صلاح الدين بالمرحلة الأولى من الدورة التسعة والعشر لطواف المغرب للدراجات والتي ربطت أمس الجمعة بين مدينتي الرباط ومكناس على مسافة تقدر بأكثر من مائة وخمسة وثلاثين كيلومتر وقطع الدراج المغربي مسافة المرحلة في ثلاث ساعات وثلاث دقائق واثنتا عشرة ثانية متقادما بالسرعة النهائية على كل من الإيطالي ماتيو مالوسيلي والألماني الشوماخر استيفان هذا وستربط المرحلة الثانية والتي ستجرى اليوم بين مدينتي مكناس وفاس وستمتد ونسخة الحالي التي تصادف الدكرى المئوي للطواف ستمتد لعشر مراحل على مسافة تقدر بألف وخمسمائة وأربعين كيلومتر إذا بدأ الطواف المغريب في 1916 من المملكة المغربية فنحن الآن منذ ألفين وثلاثين مليا ونحن ننظم بالسمراء الطواف المغريب واللي هو الأول إفريقيا وعربيا ولذلك يوجب على الجميع كما الآن هو معمول باش نحافظوا عليه والحمد لله بفضل الدعم المستمر والمتواصل لذلك الوزارة الشباب والرياضة والجنال الأولمبيا والمقاولات المواطنة والصحابة الوطنية فهذه التورات دائماً غدية لكميز دورة 29 لتنظيم طواف المغريب وهو هذه السنة وهي الدكرى المئوية لتنظيم طواف المغريب حيث أنه تنظم لأول مرة سنة 1916 بعد ذلك القطع بسبب الحرب العالمية الأولى وتعمل ثاني طواف المغريب في 1937 ونقاطع كذلك بسبب الحرب العالمية الثانية تعملوا عشر طوافات قبل الاستقلال وبعد الاستقلال نحن الآن في الدورة 29 فلهذا السنة ستكون سنة جد ممتازة بالنسبة للذكرى المئوية بالإضافة إلى العدد الهائل من الدول التي طلبت المشاركة وقتصرنا على 20 فارق كذلك لقد يميز هذه السنة وهو أنه سننزر جبل أطلس متوسط مرورا بإفران ومزار ميدال إذن مصطفى بداية قوية للمتخب المغربي في طواف المغربي الدرجة الهوائية المرحلة الأولى التي ربطت أمس بين العاصمة الرباط ومدينة فاس فاز فيها الطواف المغربي أو الدرج المغربي مرواني صلاح الدين بداية قوية نتمنى أن يوصل على نفس الناس في باقي المرحل فكذلك فيها بداية موفقة بالنسبة للدرجة المغربي صلاح الدين فكنتمنى أن يتوفق في المرحلة القادمة التي تربط بين مكناس وفاس هذا كدل بأنه فعلا صلاح الدين سعد هذه المنافسة العالمية بواحد شكل جيد ونتمنى أنه في هذه المنوال هذا لأنه فعلا هذه قد تعتبر بأنه تحضير قوي لألعاب الأولمبياء في فريدي جنورو بالبرازي إذن المرحلة الأولى انتهت بفوز البطل المغربي مرحلة صلاح الدين اليوم المحلة الثانية يستربط بين المدينة العلمية بين المدينة الإسماعيلية والمدينة العلمية نتمنى التوفيق لكل الأبطال المغاربة مصطفى نذهب لأخبار كرة القادمة البطولة الاحترافية بالأمس أجري لقاء الافتتاحي عن الجولة الثانية والعشرين هناك في الحسيمة بين شباب الريف وضيفه المغرب الفاسي لقاء انتهى بالتعادل وبهدف لمثله الفريق الزائر كان السباق للتهديف والماص الخارج من مشاكل عديدة يعني يقدموا باراة جيدة فنقطة مهمة بالنسبة للمغرب الفاسي يعني إذا شفنا كثرة الغيابات لهذا الفريق والمشاكل التي تخبط فيها وحتى اللاعبين الشباب أقاطعك مصطفى هدف مبكر في داقة ثانية رأسية اللاعب المهدي كرويتا ربما أعطت دفعا معنويا كبيرا للفريق الفاسي يعني الذي غدره قبل أيام مدرب هو الفرنسي دوني رابان فإذا رجعنا للضربة الزوية شفت مركز دين مدفعي فريق شباب بريف الحسيمي يعني تقريبا 8 لاعبين في مربع العمليات بدون مراقبة اللاعبين المغرب الفاسي فالمهدي كرويتا استغل هذه الدربة وسجل هدف اللي بعصر شيئا ما لأوراق ديال فؤاد الصحابي اللي أنت نعرفه هدف مبكر هدف مبكر ففعلا كي بعطر لك الأوراق ديالك رغم ذلك كشفنا محاولة مجانبة شباب بريف الحسيمي قدر أنه يصل للمرمى محاولات كانوا كثيرة ربما النجاعة هي اللي ما كانت فضلت فألوق الحالس الكياني ففعلا مغرب الفاسي قدموا مقابلة رائعة بلاعبين يعني صراحة شباب يعني كشاهد مقابلة غياب عشرة من لاعبين عشرة لعبين أساسيين وزينة الفارق غير موجود غير موجود ونظر على المشاكل التي تخبط فيها مؤخرا والهزيمة أمام فارق الرجاء البيضاوي فهذه جعلت بأنه فعلا الأشهابي اللي هو والدار كعرف اللاعبين وكانوا يكيني اللاعبين شباب لأطرهم فعلا الأشهابي وفعلا اعتمد عليهم وكانوا ندل فارق شباب بريف الحسيمي ماذا تغير في ثلاث أيام الهزيمة مع الرجاء البيضاوي في بفاس بأداء كارثي وعلى مستوى جميع الخطوط الآن التألق هناك في الحسيمة لقاء متميز صراحة في الحالي السركين التألق خط الوسط كذلك خط الدفاع خط الهجوم وبرامة مثالية صراحة للفارق الفاسي في غياب عناصر كما قلنا رئيسية ويعني من العدد يعني كثيرة العدد هو الأخر بالله إليه رجعنا غير المقابلات من غير المقابلات الرجاء اللي ما كانش فيها فارق المغرب كان خارج تغطير فإليش فينا المقابلات خلين فانت كيلعب كورة جميلة يعني الخطوط كلها متفاهمة اللي كان يعاب على هذا الفارق هذا وإنه جعله هجوميا فما كانش كي سجل حتى فاش كي سجل عليه فما كيستطعش فردك الشخصية دياله باش يلعودها في المقابلات لكن هذا المقابل ربما العامل الدهني هو اللي كان فيها أساسي فيه فارق الأشهبي أنا جاورت في المغرب الفاسي فدائما كيلعب العامل الدهني لأنه مهم خلال هذه المقابلات ومهم في التلوط الآخر عندهم يعني لياقة بدانية اللي قدروا يعطوها داخل هذه المقابلة فهذه كلها عوامل اللي خلت أنه فعلا يكون ند الند وربما لو استطع أشرف بن شرق يتشجيل هدف دقيقة 20 و40 بنفراد مع الحارس لكنت معطيات أخرى ربما تكلموا على فوز ديال فارق المغرب الفاسي لكن هذا ما كيانش بأنه فارق شباب الحسين من رغم أنه كان من هازم فبالشخصية ديال اللاعبين دياله وبالمدر فؤاد الصحابي أنه استطاع أنه يرجع في المقابلة في الدقيقة 65 بسديدات لأيما الموقع هو عبد الصمد المباركي بسديد اللي جميل في هذه المقابلة هذا وعلى غيرار المقابلات الفاريطة في البطلة الوطنية وأنه شبنات سديدات أول مرة كنتشوفوا سديدات فمن مدخرش مربع العمليات فشفنا عندك شاقو في الدفاع لحسن شجل هدف أصباحي سجل كذلك من لعب الويداد فكذلك شنال باركين له هدف جميل دائما يكون هو المنقل رمنا الكرة لم تكن ثابتة مصطفى في هذه الحالة ولكن يبقى فريق المغرب الفاسي قدم مبارا جيدة هناك في الحسيمة فأكيد في ضل غيابات وفرقة المشاكل وذيء فنتيجة مهمة بالنسبة فريق شب الريف مصطفى الفريق المعن خرج من هزيمة مع فريق الرجاء البيضوي كلهما كان يطمح لتحقيق الفوز فريق الفريق المضيف ضيع الكثير من الفرص الفريق ربما تنقصه في الجوالة الأخيرة يعني النمسة الأخيرة فأكيد فالنمسة الأخيرة فهي لأنه شفنا جينيور الموند وتحاقبه بشباب ريف الحسيمة فتقريبا نسجل ولوهدف فهذه علامة سيفان كبيرة من سبيل هذه اللاعبة لأنه فعلا كيلعب كرة جميلة فريق شباب ريف الحسيمة كيوصل المرمى لكن النجاعة الهجومية ربما كتطلب شيئا من الوقت لكي تكون هذه النجاعة لأنه مش بسهل أنه فؤاد صحابي يلا خذ الفريق تقريبا الخمس أو منذ ثمان مبارات ثمان مبارات فلازم أنه يدخل في المنظومة وأنه حتى النجاعة الهجومية فرمش بسهل لأنه أصعب حاجة أصعب حاجة في كرة القدم فهو الناس تشوف دبابي أنه في علام كرويطة مثلا مهدي كرويطة تسجيل هدف هدف فرمش سهل فرمش أصعب المسائل في كرة القدم وتسجيل هدف رغم أنك تتبلغ كرارات تربها فرناس لكن فعلا لازم عمل جبار حتى تألق الحسكيني ربما هو الآخر صعب المهم على الفريق ريفي إذن أجريت أمس منذ جوالات فهذه قوة فريق المغرب إذن أجريت المبارف التحية مثلا أمس وانتهت بالتعادل بلا غالب ولا مغلوب حتى في طرد لاعبين طرد اللاعب الرمش وطرد اللاعب تاقنوتي شوف لما سجل فهذه نقطة مهمة فلما سجل فريق شباب رويل حسين هدف تعادل فكان يمنى النفس بأنه يزيد الهدف تاني لكن طرد الرمش بطرد الحساب ولكن حتى الفريق الفاسي تم طرد لعبه التاقنوتي ستتوصل اليوم فعليات الجولة الثانية من الثلث الثالث والآخر البطولة الاحترافية بإجراء لقاءين الدفاع والحسنية الجديدة سيصدف الفتح الرباط والتحط سينزل ضيفا على نهضة بركان خراءة في المواجهتين في تقرير لفايصال الزكي المحطة الثانية والعشرين من البطولة انطلقت والصراع على من يخطف النقاط متواصل بين من يرغب في المنافسة على اللقب ومن يريد الانفلات من قاع الترتيب بعاصمة دكال يستقبل الدفاع ضيفه الفتح الرباط المضيف يمني نفس بالنقاط الثلاث ونسيان هازمته الاخيرة في ذيافة اتحاد طنجا بهدف لصفر الفوز امام الفريق الرباط هو الخيار الاول لابناء المدرب عبدالرحيم طالب للهروب من المراكز المؤدية للقسم الثاني لكن المهمة لن تكون سهلة امام وصيف ترتيب البطولة الفتح الرباط وبعد انتصاره في لقائه المؤجل على اولمبيك خريبغا بهدف لصفر سيأخوذ اللقاء بمعنويات عالية ابناء المدرب وليدر يرغبون في تضييق الخناق على المتصدر في انتظار عثرة قد تأتي في القادم من الايام بشرق المملكة نهضة بركان يستعد لتحقيق الانتصار الرابع على التوالي وتثبيت مكانته كفارق منافس على الرتب الامامية عندما يستضيف فارس البغاز ابناء المدرب بيرترام مارتشان عازمون على الفوز وتخطي ممثل عروس الشمال في سلم ترتيب العام اما الاتحاد فيرغب في النهوض من جديد بعد كبوته في مبارته الماضية ضد اولمبيك خريبغا بهدف وحيد والعودة بانتصار يسعد به الانصار النهضة لا زالت تفتقد لخدمات عبد المولى بالرابح في مفارس البغاز يعاني من استمرار غياب هداف الفريق رفيق عبدالصمد المنافسة على اشدها والضفر بالنقاط هو المبتغى لكل الفرق الوطنية في الثلث الاخير من البطولة مصطفى مباريات قوية في الانتظار ملعب العبدي بالجديدة سيحترن اللقاء الاول هذا اليوم والذي سيجمع بين فريق الدفاع وضيفه فريق الفتح الرباطي الفريق فارس دكال انهزم في اخر اللقاء له هنا في طنجة مع التحط وفريق الفتح الرباطي فاز في لقاء مؤجر على الفريقان في حاجر الفوز وكل بهدفه الخاص الدفاع من اجل الهروب من المعطقة المكرمة من الترتيب وايضا الفتح الرباطي وحاول تقليص الفريق عن الفتح الرباطي الان الوداد البيضاوي متصدر ففعلا الشرك المشترك بين الفريقين هذا هو الفوز يعني بالنسبة الفريق الدفاع الحسنجي الجديد فلازم انه يفوز لارتقاء شيئا ما والهرب من منطقة الخطر فريق الفتح الرباطي لازم علي انه يفوز باش يقرب شيئا ويدغط على فريق الوداد البيضاوي فعلا المقابلة ستكون صعبة بالنسبة للفريقين فريقين بجوج كم تلك عناصر دوي خبراء عناصر متمرسة فأكيد المقابلة لا ستكون سهلة سنرى في النيد والإطارة فأكيد لي في حالة المقابلة ستكون هناك تفاصيل صغيرة للدفر بالتلاث نقاط فأكيد عبد الراحم طالب وجد الفريق باش يدفر بالتلاث نقاط لأنه لاعب في الميدان ديالو وستقبال ديالو وثلاث نقاط مهمة ومهمة لأنه فعلا كان نشوف مرتبة 14 ب20 نقطة فإلا فغادي يرتقي شيئا ما يعني بجوج دارات 23 نقطة طبي الحال غادي فارق الفتح الريباط يمني النفس بالتلاث نقطة أولا سيمان مع نوية المرتفعة بعد فوز الآخر على أولم بيك خريب تقليص الفارق عن الوداد نقطة وحدة مع ممارة مؤجلة الفارق الوداد الوداوي مع نهض تبركان فهذه كلها المعطيات تقدر تعطينا واحد مقابلة قوية قوية وربما لا أرى شوف بها أهدف كثيرة لأن الكل سيتخوف من طبيعة الحمل رغم أن اللقاء بين الفارقين على طرفين قيد فارق ينافس على اللقب وفارق يهرب من المناطق المكرمة من الترتيب إلا أن اللقاء سيكون قويا صراحة لأن كلا الفارقين يتمحان للفوز لأن أي نتيجة غير الفوز ربما ستبعث الأوراق الفارقين معا مثلا لو تعدى الفتحة وينهزم فهي فرصة لوداء البضاء وإبتعاد أكثر في الصدر ربما تأمين الاحتفاظ باللقب قبل جولات مرة أخرى مصطفى ستجرى هذا اليوم بشرق المملكة فيها سيكون المفاجأ الكبرى صراحة لحد فارق نادة بركان سيكون في مواجهة قوية مفارق التحط طنجة لقاء بستة نقاط تقريبا على اعتبار الفريقي أن التحط طنجة يتفوق في نقطة واحدة فقط على فريق نادة بركان وبالتالي فهي فرصة للفريقين معا من أجل اقتراب من ثناء المقدمة هي تبادل المراكز ليش فينا فريق نادة بركان في المركز السادس وكذلك التحط طنجة فريق الخامس يعني النقطة فيلف فريق نادة بركان يعني لأنه شفنا حتى انتصار الديال الأخيرة يعني ثلاث انتصارات وتعادلات فنتائج مبير مهمة للفريق نادة بركان فريق تحط طنجة يمني النفس بأن يفوز بهذه المقابلة هذه رغم النكسة الأخيرة أمام أولا يعني خسارة غير متوقعة لكن يمشي نادة بركان لأنه يلعب لكل لأنه ثلاث ثلاث النقطة وشيء أنه سيقرب مصادر وسيما أنه سيستقبل في الميدان يلو فمقابلة صحة قوية من طرفين ومن جو عندنا الخطوط وكذلك أحيان نشوف فرجة في المدرجة بين جماهير نادة بركان وجارة تحط 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 اللي يعودونا صراحة يوقفون على طريق ديالهم في السراء ولا في الضراء وكيف بين الفرنسي بيرترو مارشو وبين الجزائري عند الحق بالشيخة فريق نادة تبركان أفضل دفاع في البطولة حاليا ربما سيعقد مهمة الفريق التنجوي الباحث عن فوزين خارج المدربين لما نقدر بني أنا في الإفريقي التونسي فلما مش تبرك فتولى المصيف دياله هو بالشيخة فأكيد المدربين يعرفوا بعض يعرف وغاية التربح إلا بالخبرة مباراة صعبة ومباراة مثيرة ستكون في الانتظار لمشاهدي أو لعشاقي الفريقين معا قبل أن نواصل مشاهدينا نتوقف لفاصل قصير ثم نعود لإستكمال باقي فقرات عدد اليوم من ملعب أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من ملعب سنواصل حديث مصطفى عن البطولة الاحترافية كما كان متوقعا المدرب البرتغالي جزيروماوي يغادر القلعة العسكرية ويستقيل أمس بعد هزيمة الفريق القاسية مع ضيفي أو مع مضيفه عمام من نهزم الجيش الملك الجيش الملك ينهزم أمام كوكب المراكوش وبثلاثية نظيف جزيروماوي يغادر الفريق والمدرب العزيز سيكمل المشوار مع الفريق العسكري في امتدار التعاقد كما يقال مع مدرب المتخب المغربي المحلي السابق محمد فخر فهي استقالة متوقعة نظرا السلبية التي حقها روماو تقريبا منذ مرحلة دي الإياب نقطة واحدة من ستجولت فمنذ سنوات لم نرى فريق الجيش ملكي تخبطت مثل هذه النتائج فربما الاستقال اقترحوا المسؤولين يعني أمام تاعدوا مع فريق الفتح الرباطي اقترحوا المسؤولي الجيش ملكي بالانفصال بسيقالة طالبوا بسيقالة روماو لكن ربما شروط في البنود فهي العقدات المؤمورية لأنه فينا اقترح بأنه يتوصل بشهرين مسؤول الجيش الأجرة ديالشهرين ونحن عن المنصب طالب بجميع مستحقاتي اللي كسب الله غربة 400 ألف أورو 400 مليون فمشي بسهل لكن هناك ربما فريق الجيش الملكي كان ينتظر ربما لو أصر روماو على البقاء فكان هناك بند في العقد أنه لم يحتج المراكز الأربع الأولى فأكيد ما غيرت وصله بول ولا وديرهم فربما المقابلة ديالكوكب المراكوشي فهي اللي خلت روماو مسمر الأخير 20 مدار روماو معه لكي يحفظ الوجه ديالو فأكيد ربما هناك عدة عامل اللي خلت أنه في المهمة ديالو بداية الفشل كانت في الخروج ديالو مع شباب فريق الريف الحسيمي في كأس العرش كذلك بعض الانتذابات إصابات الملعب فعدة أسباب ربما نشير لليه في حلقات قادمة نعم صطفى الخبر صار يبقى هو يعني كما أعلنت وزارة الشباب والريادة بأن ملعب الأمير مولي عبدالله بالرباط أصبح جاهزا لإحتضان المباراة فهو ربما خبر صار لعشاق الزعيم فأكيد يعني فكان أعرف بأنه تواجد الاستراتيجي ديال الملعب أمير مولي عبدالله فكذلك جاء بين تمارا بين ياقوب المنصور وبين تقدم يعني هذا كلها معاقل ديال جماهير الجيش الملكي فأكيد الكل يحجر الميدان يعطي دعم الفارق يعطي دعم الفارق فأكيد لو كان الملعب موجود منذ فترات فكان أعتقد بأنه فارق جيش الملكي ربما يتصار لأنه يكون عنده دعم جماهيري والجيش الملكي يحب أرضية تكون كبيرة التي يفرض فيها الوجود واللعيف فكذلك ففعل هذه من أخبار صار العشاق ومسؤول الفارق جيش الملكي غياب ملعب كما قلنا ولي سنوات مصطفى عن الموسم الملكي عقد أموريته في الموسم الأخيرة خاصة الموسم الماضي والموسم الحالي فعلا جيش الملكي هو كتنقل ملعب الفتح ملعب مولاي رشيد كمشل الخميسات كتنقل صعب صعب حجم فارق جيش الملكي أنه يتخبط هذه المشاكل فنتمي أنه الأفضل مستقبل لهو لجميع الفراق الوطنية مصطفى نغلق ملف البطولة الاحترافية ونذهب لإسبانيا اليوم عشاقة المستدر عبر العالم سيوجهون البوصلة نحو ملعب الكامبنو في الساعة السابعة ونصف بتوقيت المغرب لقاء كلاسيكو الأحلام بين البارسة وريال في نسخات جديدة صراع بين زيزو وإنريكي أنحاء العالم سيشابعوا مع المقابلة يعني كله سيوقف مع الساعة السابعة كله والتوقتي فالمقابلة صراحة سنرى فيها واحد القوة واحد الإطارة واحد المتعة نظرة لنا سنرى نهج طاكتيكي على أعلى مستوى بين إنريكي وبين زيدان وسنرى كذلك مباراة داخل مباراة بالبي بي سي والإم سين وسنرى كذلك بين دفاعات بارسلون مع هجوم البي بي سي ودفاعات ريال مادريد مع الامي سين فصراحة قوة مباراة قوية ومثيرة كل شيء فعلا أنهم فعلا كنشوفوا القوة الهجومية ديال الفريقين بجوج ربما كان هناك 233 مصطفى مباراة كلاسيكو سابقة 92 اتصال الريال 91 للبارسا 242 تعادل فقط هي فرصة إذن للنادي الكاتروني من أجل تعديل الكفة 93 للفوز المصطفى الأخضر هو الحاسم هذه نشرنا في جميع المسابقات لكن في الليقة ففريق ريال مادريد تفوق بثلاث انتصارات لأنه عنده 71 انتصار وكذلك البرسا 68 انتصار لكن المقابلة لا تحتاج في هذه الأرقام فالمقابلة بالأداء في المصطفى الأخضر ففعلا سنرى مقابلة من طراز الرفع نعم مصطفى إذن البرسا سيدخل بكامل عناصر لهذا اللقاء والفريق في أفضل أحواله أداء ونتجة لنشاهد تصريحا لمدارب البلغران لويس إنريكي حول مباراة الكلاسيكو سندخل المباراة ونحن في أفضل حالتنا وهي من المواجهات التي يجب أن نكون فيها مستعدين مئة بالمئة باستثناء جيرمي ماثيو الذي أصب مع منتخب بلاد جميع اللاعبين في حالة جيدة ومتحفزون لمباراة السبت من الواضح أن الفوز يعني ضربة قاضية لريال مادريد كما أنه يعني أن أتليليكو مادريد سيكون هو المنافس الوحيد لنا على اللقب ولكن هذا افتراض فقط سوف نرى ما سوف يحدث في المباراة ويمكننا بعدها أن نتحدث مصطفى فوز البرصة سيحسن به اللقب مبكرا فوز الريال سيبقى التنفس متواصلا في حالة هزيمة الريال فإن الأتليليكو سيبقى هو المنافس الوحيد للبرصة على لقب لقاء هذا الموصل أنت دروح للأتليليكو سيحسن في المقابلة في المنازل فكان أعتقد أنه فريق برسالون فليس سيحترج اليوم فأكيد ستحدث 2% سيفوز باللقب لأنه فعلا إلا فاز لفريق ريال مدريد سيحسن يعني يدفع معنوية ويبعد 10 نقاط حاليا 13 نقطة فمصعب في الليغة فالليغة رغية 7 نقطة فكتحسن ملك الدوري فممكن أنه فريق ريال مدريد إلا فاز فتقلص الفريق إلى 7 نقاط وهذه وواصل كيف حدياله ربما لأنه باقي مقابلات صعبة بالنسبة الفريق لأنه عنده مقابلة مع أتيت لكود مدريد وكان مقابلة فعلا فرق قوي وفرق من أجل البقاء فهذه مقابلات فربما سيفدوا حدين هذه المقابلة بين البرصة وبين الريال فالليفز فيهم فربما الريال سيكون عنده واحد أمال البرصة سيحسم لقب لقاء مصطفى بين البرصة والريال بين اليميسين والبي بي سي بين جماهير البرصة وجماهير الريال وأيضا هو لقاء اختبار آخر ونزل آخر في داكة البودلاء بين زيزو زين دي زيدان مدرب فريق ريال مدريد ولويس إنريكي مدرب البارصة لنشاهد تصريح المدرب الفرنسي مدرب فريق ريال مدريد زين ما الذي تريد قولها هذه الأمور المشاجرات تحصل في الملاعب بين اللاعبين بين حين وآخر لكن الناس طبعا تنساها سريعا بنسبة اللاعبين مواجهة الكلاسيكو هي الأجمل دائما والآن أنا سأعيش التجربة كمدرب ستكون هي مواجهة الأولى مدربا في الكلاسيكو وأنا سعيد جدا بهذه التجربة هو أول لقاء لزيدان كمدرب في مباركة الكلاسيكو ورجل سعيد جدا بخوض هذه التجربة لكنه سبق وأن خذ لقاءات الكلاسيكو كلاعب مع ريال وكما نشاهد مصطفى صور من أرشيف صور لللاعبين معا كان هناك دائما ندية هناك صراع في أرضية الملعان فأكيد كيف ما قال زيدان فهد المساعد كثقى في الشجارات كثقى في ألم كرة القدم وفي الملعب أنا أسبق لي تتشاجرت مع أشلا مع جريندو مع الحسيني فلما تصل للمقابلة فكيكون شكل آخر وفعلا الناس تنسى لكن ما لا تنسى هو إلى فاز زيدو بهذه المقابلة فما أمر غد ينسى هو شخصيا وما أمر غد ينسى هالجماهير اللي كثب غير فريق ريال مدريد ربما عامل خبرة هو اللي غد يحسن في هذا المقابل إنه كشفه إنريكي تقريبا ثلاث سنوات هو مع البارسة حصد الأخضر وليابيس زيدان ربما منذ توليه فحق نتائج مبيرة وشفنا خمس سنة صدارة متتالية عنده تركيبة بشرية ميتالية ميتالية وسترجع جميع العلاصر فهذا هو اللي غد يعده واحدة القوة والسرعة بالنسبة لها ربما لقاء نتيجة مبارد كلاسيكو مستفى ستكون نقطة فصلة في مستقبل زيزو على رأس النادي الملكي الاعتبار أن الهزيمة تعني خروج الريال رسميا من سباق المنافس على اللقب يبقى له فقط مسابقة دوري أبطال أوروبا إن فاشل الرجل في تحقيق شيئا ما في هذه البطولة فإن الرحيل ربما سيكون قريبا من زيزو من قلعة النادي الملكي قبل ما نهو مستفى بريديكس تعطيني توقع ديرك قصة المباراة دائما مثل هذه المقابلات لما يكون بتاعد فارق برسلونة على ريال مادريد بفارق نقاط وفارق مهم فدائما الغالبا تكون فارق ريال مادريد فإلا شفنا ندروك تقنيين أداء دير فارق برسلونة أداء متميز أداء ريال مادريد أعطيني نتيجة نتيجة فأعتقد بأن ستكون واحد فارق ريال مادريد واحد فارق ريال مادريد نعم نتمنى أن الأكيد وبدون عاطفة نأكيد وأن اليقاء قوي في الانتظار مصطفى سنرى ماذا سيحدث هناك في برسلونة في الساعة السابعة نسبة توقيت المغرية مصطفى انت وقت البرنامج شكرا جزيلا لك شكرا أخي الله والشكرا موصول لكم مشاهدي الكرام ولفريق العمل الصحفي والتقني ومخرج حلقة اليوم الزميل خالد مدني مزيد الأخبار الرياضية في مواعدنا القادمة وعلى موقع القناة www.median.tv.com اللقاء يتجدد بكم يوم غد إن شاء الله مع الزميل نوفا العملة في نفس التوقيت وعلى نفس القناة ميديان.tv في أمين الله شكرا